موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا رب تكونوا بخير معاكم فاطمة من قناة كروشستا النهاردة الفيديو بتاعنا هننفذ مع بعض وردة مجسمة وده شكل الوردة اللي احنا هننفذها مع بعض اهو ده شكلها حتى فيها لونين من الخيط مش عاملها بخيط بلون واحد علشان انا هقفلها لمفرش ان تريز وغير وبرده عينزل هنا على القناة بأمر الله بس بعد الفيديو بتاع الوردة يلا بقى بنا نبدأ نعرف الادوات اللي احنا هنستخدموها والخيط اللي انا مستخدمها قبل بس ما نبدأ الشهر ياريت تنامو الفيديو ده ولو عجبك الفيديو تضغطي على زرور اللايك ولو انت اول مرة تشوفي القناة ياريت تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرز عشان اول منزل اي فيديو جديد يوصلك اشعر ان فيه فيديو نظر على القناة هنسمي بقى بسم الله الخيط اللي انا مستخدمها خيط ديذة مستخدمة اللون الوفويت من جوه من قلب الوردة ومستخدمة اللون النبيتي من الخيط الوفويت هعمل التربية بس حاليا في الفيديو ده هننفز مع بعض فقط الوردة هنبدأ بقى بسم الله هعمل اول حاجة الدايرة بتاعتي ما بدأتش على دايرة سحرية اللي حيبي بيبدأ على دايرة سحرية تمام اللي مش حيبي بيبدأ على دايرة سحرية ويبدأ بسلاسل برضو تمام لو انا عبدأ بالسلاسل عشتغل ازاي لو انا عبدأ على سلاسل كمان انا استخدمت ابرة واحد وثمانية من عشر وممكن تستخدمي مع الديفا ابرة مقاس اتنين حسب المتاح عندك من الابر بس اهم حاجة تكون ابرة مقاسها صغير وتناسب الخيط وحسب شدة ايدك اول حاجة اعملها يا دايرة سحرية اما اعمل سلاسل وقفلها السلاسل وقفلها انا اعمل عقدة بداية في الاول اهي عملت الدايرة ودخلت في الابرة سحبت الخيط وطلعته كده انا عملت عقدة البداية بتاعت الاول واشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ست سلاسل واجي عند اول سلسلة انا عملتها دقل فيها الابرة كده عشان اكون معي دايرة صغيرة وليف اصحب خيط من الاتنين عشان اقفل الدايرة وادخل جوا الدايرة دي اعمل الشغل بتاعي يا اما بقى عندك الحل التاني لو انت ما استريحتش في السلاسل المقفولة الحل التاني عندي الدايرة السحرية على الصوب عده بجيب كده الف الخيط بتاعي اهو عملت اكس دخل الابرة من تحتي اطلع الدلع اللي ورا ولف لفة خيط والخيط الطويل ده اعمل اول سلسلة بتاعت الارتفاع وادخل جوا الدايرة دي اشتغل 16 غرزة حشو دخل الابرة واسحب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اتنوشر تلاتتوشر اربعتوشر خمستوشر ستتوشر وبعد كده اعمل ايه طرف الخيط الزغير كده اشد وقفل الدايرة بتاعتي بس وانا بقفل الدايرة ما شدهيش قوي لان انا عايزها مفتوحة كده شوية وهي عند اول غرزة حشو انا عملتها اهي اول غرزة حشو انا عملتها مدخل الابرة فيها واسحة منها خيط للغرزة اللي معي عشان اقفل الدايرة بتاعتي ويتكون معي 16 غرزة حشو بتكون معي 16 غرزة حشو عبدأ بقى اطلع على السطر التاني عامل ايه هرتفع 1 2 3 4 5 6 واسيب الغرزة الحشو اللي وراها ادخل على اللي بعدها اخد عمود بكده اعمل 3 سلاسل واسيب غرزة على اللي وراها اخد العمود التاني 3 سلاسل واسيب الغرزة الجاية ادخل في اللي وراها اخد عمود تاني 1 2 3 واسيب الغرزة الجاية واخد عمود 1 2 3 عمود 1 2 3 سيب الغرزة دي واخد عمود انا المفروض يبقى معايا 1 2 3 واخد العمود وبعد كده اخر مرة 1 2 3 واخد غرزة منزلقة في ارتفاع تالت سلسلة هعمل ايه؟ البداية بتاعتي كنت بدقة 1 2 3 4 5 6 هايجي عند السلسلة التالتة 1 2 3 في السلسلة التالتة ادخل الابرة كده واسحب اخد منها منزلقة انا خلصت السطر التاني بالمنزر ده 3 سلاسل وعمود 3 سلاسل وعمود دلوقتي بقى عبدأ اصحب الخيط النبيتي عشان اشتغل الفروع بتاعة الوردة اللي هو دولة اهي هسحب بقى الخيط النبيتي معايا دلوقتي اخر غرزة انا سحبتها هنا في القفايت المفروض اللي انا كنت دخلت الابرة كده ودخلت الابرة في الغرزة رقم 3 طالما انا عسحب خيط غير اللون اللي انا شغالة به ما بسحبش اللون القديم بجيب اللون الجديد اللي انا عشتغل عليه اهو طول الفتلة واخد الخيط النبيتي هو اللي اسحبه من الدايرة اللي عندي دي طبعا بما ان الخيط تزييفا لازم تسبتي مرة واثنين وتلاتة في قلب الشغل نجيبي بقى الفتلة اللي انت سحبتيها سحبتيها وهقضيها في الخيط القفايت وما نقصوش الخيط القفايت لان انا هحتاجه في المربع بتاعي فانا الخيط القفايت خلي من تحت الشغل بتاعك وما تقصوش اهو والخيط القفايت انا سايبه من ورا هسحب بقى الخيط النبيتي دلوقتي هاطلع ارتفاع طبعا كل ده هيتنظف لسه هاطلع ارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة عشان بس دايق معي واحد اتنين تلاتة اربعة فين العمود اللي جاي اللي عليه تدور اهو ده العمود اللي عليه تدور بدخل كده فيه في راسه من فوق وبياخد غرزة حشه بعد كده بطلع ارتفاع واحد اتنين تلاتة ولف الشغل بتاعي هتلفي الشغل بتاعك شايفين السلاسل اللي انا عملتها دي من دهرها كده هاشتغل فيها عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اشتغلت في السلاسل اني بيتي من وراء ستة عمدين بعد كده اعمل ايه خلي بالكوا قوي من الاتجاهات بلف الشغل بتاعي كده واجي عند اول عمود انا كنت لسه مخلصة فيه ولف خيط وادخل بقى منه كده اهو من قبليه اطلع بعديه واعمل برضو ستة عمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عملت ستة عمدة فيه قاعد الوردة بتاعتي برضو اجيبها على الوشة خلاص اخر غرزة اللي هي دي اللي انا كنت اقفل فيها السلاسل بالحشو هدخل برضو في نفس المكان تاني ادخل الابرة ادخل الابرة ادخل الابرة كده فيها واخد غرزة منزلقه من العمود للغرزة اللي معيه كده انا عملت اول فرع في الوردة وده منزلقه اهو ده منزلقه نعملوا بقى التاني هطلع ارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة وانزل عند العمود اللي عيقبني في الراس بتاعته من فوق واخد غرزة حشو بعد كده الف الشغل اما تلف الشغل اما تطلع الارتفاع هذي مش هتفرق كده كده معاكي هتلف الشغل بتاعك اهو على ورا بتطلع الارتفاع وبتنزلي فيه السلاسل اللي انت لسه عم نوم من ورا كده تدخلي في قلبه متعملي واحد عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبعد كده بعد ما عملت الستة عمدين بلف الشغل بتاعي كده لاتجاهات اهم حاجة اهو فين العمود اللي كان قابليه اهو ده العمود اللي قابليه هادخل في العمود من ورا كده اطلع قدام بالابرة واشتغل على العمود ستة اعمدة واحد اتنين اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واروح عند البداية بتاعتي انا ستة اعمدة تلاتة اربعة خمسة ستة ستة ولف الشغل بتاعي ايجا عند العمود اللي هو قابليه على طول اللي انا بشتغل فوقيه وادخل فيه اعمل ستة اعمدة هو كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واروح تاني عند راس العمود اللي انا لسه كنت مخلصة في شغل حشو اخد فيه منظلك عشان اقفل تالت فرع في الوردة اهو ده منظرها اكمل بقية الشغل بتاعي بنفس الطريقة واحد اتنين تلاتة اربعة في راس العمود الاولين هياخد حشو واطلع ارتفاع تلاتة وقلب الشغل بتاعي واخد عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واجي على العمود اللي انا مخلصة في شغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واخد منظلقة اتنين تلاتة ولف اشتغل ستة اعمودة بخلص الوردة بتاعتي بتكون معي ستة فروع فيها ايه بتكون معي معليش تمن فروع في الوردة من ستة تلاتة اربعة خمسة ستة وياخد هنا منظلقة ستة ستة ولف على العمود ايخد ستة تنين ستة 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 هلإ politically ستة 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 التانية اعقد بقى مرة واثنين وتلاتة لان الخيط تزيفة فيه نسبة حرير فالفك فيه بيبقى سهل جدا ان الغرس تفك من بعضها فتسبتي مرة واثنين وتلاتة اهو نعدل بقى الشغل بتاعنا وده خلاص بعد ما انا نضفت الوردة بتاعتي وشلت منها الزيادات النبيتي والقوفايت كمين بتاع البداية تفضل بس عندي الخيط القوفايت اللي انا هكمل بي المربع بتاعي لغاية هنا بقى كده احنا تمام دي اهي الوردة وده منظرة انتظروا بقى بامر اللي الفيديو جاي هربع معاكم المربع بتاع المفرش بنفس الغرسة دي بنفس الوردة دي الوردة ديها تبقى في النص المربع وانا هطلع من الحروف بتاعتها هعمل مربع كده اهو ده مثلا كده بس الوردة دي هتبقى من الشغل منه فيه في النص كده انتظروا بقى بامر الله الفيديو الجاي طريقة الوردة المتشبكة في المربع وطريقة المربع لوحده من غير الوردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل بس ما نخلص الفيديو ياريت تدعموا القناة واي حد يشوف الفيديو ويعجبوا آآ ياريت تشيرولي الفيديو تعملوا كومنتات على الفيديو كتير وضايق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة